يقول هددوا المسلمين في غزوة بني قريضة من هم الذين هددوا المنافقون وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن منها محمدا وأصحابه المهاجرين لقد عظموا علينا صاروا أعظم منا ونحن الذين رفعناهم وما مثلنا ومثلهم إلا والعياذ بالله ناقل الكفر ليس بكافر إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك يتحدثون بمثل هذا المثل عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنين الذين معه هذا منتهى الكفر فعل النبي شيء انتجاههم ما فعل شيء فالاستمر يحسن إليهم ويكرمهم هذا حتى لا يأتي مخالف مغفل جاهل يقول مثلا أنتم تقولون إن عمر كفر لما قال إن الرجل لا يهجر طيب النبي ما أقام عليه حدا ما أهدر دمه مثلا لو كانت هذه شتيمة للنبي صلى الله عليه وآله وكاشفة عن نفاق عمر وأنه كافر في الحقيقة متظاهر في الإسلام فقط فلماذا لم يعاقبه النبي بشيء؟ هكذا يزعمون طيب أنت ألا تقرأ ألا تفهم؟ هذه الكلية كأنك جعلتها قاعدة كلية أنه كل من كأن لسان حالك هكذا يقول كل من نطق بكلمة كفر من أصحاب رسول الله كاشفة عن نفاقه فلازم ذلك أن يعاقبه رسول الله هذه من أين جئت بها؟ هذه على العكس من السياسة النبوية في التعامل مع المنافقين ما الفرق بين أن يشتم عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة بني قريضة ويقولون ويذكرون هذا المثل سمن كلبك يأكلك ويصفون رسول الله بأنه الأذل هو العياذ بالله ما الفرق بين هذه الكلمة وكلمة؟ إن الرجل ليهجر هذه شتيمة وتلك شتيمة وفي كلا الموقفين النبي صلى الله عليه وآله تغاضى ولم يرتب أثرا اللهم إلا أنه مع الكلمة الأخرى إن الرجل ليهجر طردهم طرد عمر وأصحابه من داره وهذه بحد ذاتها كافية لكي يبرأ الإنسان المسلم الصادق مع ربه من هذه الشخصية من عمر بن الخطاب وزمرته لأنهم طريدون نبي صلى الله عليه وآله طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أساس اللعن ما هو؟ الطرد والإبعاد هذا أساس اللعن في معناه فما دام رسول الله صلى الله عليه وآله طرد عمر وأصحابه من داره الشريفة فنحن كذلك نطردهم ونقول لعنة الله عليهم